مرحبا بكم عزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية إلى صف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السادس الدرس الرابع عنوان الدرس أيهم يوكي قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيجي فيسبوك والإستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت سيكس لسين فور اليونت السادس الدرس الرابع ويتش وون از يوكي أيهم يوكي احنا ذكرنا بدرس السابقة أن يوكي اتواعد ويا فؤاد أن يلتقون بالمطار فهنا لما يلتقون بالمطار في صالة المسافرين الرايفلز معناها مسافرين هاي الكلمة مهمة حاولوا تسجلون الملاحظة راح نسجلها لما يلتق بي بصالة المسافرين هو ما راح يعرف على أرض الواقع احنا اتفقنا سابقا أنه هو فقط صديق بالمراسلة ما يعرف الشكل الحقيقي لذلك هنا شلون راح يتعرف عليه فهو اش قال لي قال لي read and help فؤاد to find يوكي اقرأ وساعد فؤاد على أن يجد يوكي أو يلتقي بيوكي فشلون أنا أعرفه هو منطيني description وصف فاذا تلاحظون يوكي sent this description to فؤاد يوكي أرسل هذا الوصف إلى فؤاد خلنا نجي نشوف الوصف اللي وصفه يوكي النفسه على ما الذي يتعرف عليه فؤاد شنوه يقول له I am quite short أنا بعض الشي قصير هذه كلمة مهمة quite معناها بعض الشي بعض الشي قصير and I have short black hair ولدي شعر أسود قصير I will be wearing a t-shirt سوف أرتدي t-shirt and green jacket وجاكيت أخضر إذن عرفنا من خلال الوصف أن هذا الشخص هو يوكي At the airport في المطار You will recognize my parents easily سوف تتعرف أو سوف تميز والدايا بسهولة My father is very tall أبي طويل جدا and he has glasses ويرتدي مناظر طبية إذن لاحظوا هذا الشخص الطويل جدا ويرتدي مناظر طبية هذا أبو أو والد يوكي He always wears a dark suit ودائما ما يرتدي بدلة غامقة إذن كذلك هذا دليل آخر على أن هذا الشخص هو يوكي My mother is shorter than my father أمي هي أقصر من أبي Her hair is grey شعرها فضي She always wears kimono ودائما ما ترتدي الكيمونو ذكرنا بالدروس السابقة أن الكيمونو هو الزي الياباني التقليدي إذن تعرفنا على عائلة يوكي هذا الشخص هو يوكي هذا والد يوكي وهذه الأمرأة هي أم يوكي تساعدنا فؤاد على أن يتعرف على يوكي أرفنا من هو يوكي أرفنا من أبو أرفنا من أمه هذه الجمل اللي بيها الوصف هذه الجمل تمهد لي لموضوع مهم جدا اللي هو موضوع الوصف أنا إذا أريد أوصف شخص من حيث ملابسه من حيث شكله من حيث الصفة العامة طويل قصير سمين إلى آخره شلون أقدر أوصف شخص معين فهنانا يقسم الوصف إلى عدة أقسام شنو هاي الأقسام أولا وصف المظهر العام للشخص أنا إذا أريد أوصف صفة عامة بالشخص كأن يكون الطول السمن الشكل الجمال إلى آخره يمكن وصف المظهر العام كالتالي إذا أريد أوصف شخص مثلا أقول هذا الشخص طويل هذا الشخص جميل هذا الشخص سمين إلى آخره شلون أقدر أوصف كالتالي أولا الفاعل شنو يعني أستاذ الفاعل أنا الشخص اللي ده أوصفه ذكر معنث إذا ذكر مثلا أقول عنه هي معنث أقول عنه شي إذا أعرف اسمه مثلا أقول علي منع إلى آخره زائدا أما إز أو آر أو آم مثلا أنا ده أوصف يوكي إيش أقول؟ أقول يوكي إز زائد صفة العامة شنو يوكي؟ مثلا أقول يوكي إز thin يوكي نحيف بعض الشيء أو quite thin بعض الشيء نحيف إذن الفاعل زائد إز أو آر وآم الإز للمفرد الآر للجمع الآم إذا أنا إذا أوصف نفسي مثلا أقول I am tall أنا طويل بعض الشيء فهنا أنا أقول I am زائد الصفة العامة الصفة العامة من الممكن أن أسبقها أو أخلي قبلها كلمات بعض الكلمات مثلا very very معناها جدا مثلا أقول very tall طويل جدا أو أقول quite اللي أخذناها قبل دقيقة quite معناها بعض الشيء أقول quite tall بعض الشيء طويل إلى آخره إذن هذه أدار دوصف شخص من حيث الصفة العامة كمثال أنا دو أصف بني اسمها سوها أقول سوها is tall سوها هي الفاعل تأخذ is لعن مفرد زائد الصفة العامة اللي هي tall سوها طويلة أقدر كلمة tall أخلي قبلها على سبيل المثال very أقول سوها is very tall سوها طويلة جدا بعد مثال آخر علي is hard working علي مجد شاطر علي هو الفاعل يأخذ is زائد من الصفة العامة اللي هي hard working أعيد وأكرر مثلا أقول علي is very hard working علي مجد جدا هذا ما يخص إذا أردوصف الوصف العام أو المظهر العام للشخص لوصف ما يملكه شخص سواء كان ضمن مظهره شعار لون عيون ثم إلى آخره أو كان شيء مملوك حقيبة هاتف إلى آخره هسا نجحن واحدة واحدة مثلا أنا وصفت لك يوكي قلت لك يوكي is tall يوكي طويل أنت بعدك ما عرفت من ومن ذول الأشخاص اللي أنا دعا قصده فأضيف بعد بالوصف مثلا أبطيك لون شعره لون عيونه فمه أنفه وجهه لون بشرته إلى آخره هذا أني يزيدا إمكانية تعرفك على هذا الشخص إذا أريد أوصف شخص وصفت الكيام من حيث المظهر العام ما عرفته فأضيف على هذا الوصف مثلا أطيك لون شعره لون عيونه إلى آخره أو أنطيك الشيء اللي يمتلكه مثلا شال الجنطة أو يحمل موبايل أو ما إلى ذلك إذا أريد أوصف شخص من حيث ما يملكه من حيث قلت لك شيء يملكه من حيث العيون أو الشعر أو الفم أو من حيث شيء يملكه جماد مثلا الحقيبة الهاتف إلى آخره لشلون أقول الفاعل مثلا يوكي أما هاز أو هاب أنت تعرفون سابقا ما أخذيني الهاز إذا كان مفرد وهالهاب إذا كان جمع إذا كان الفاعل مفرد أخلي له هاز إذا كان الفاعل جمع أخلي له هاب وهكذا زاعدا صفة ولون الشيء زاعدا ما يملكه الشخص أوقف أستاذ ما أفتهمت شلون يعني يعني مثلا يوكي شعر أسود أقول يوكي هاز يوكي هو الفاعل هاز لأن يوكي مفرد يوكي هاز الأسود شنوه بلاك يوكي هاز بلاك زاعدا اللي يمتلكه شنوه أنا عن شنو دا أتحدث دا أتحدث عن الشعر أقول يوكي هاز بلاك هير يوكي لديه شعار أسود أضرب لك مثال آخر أقول لك مثلا يوكي يحمل حقيبة أو لديه حقيبة أقول يوكي هاز على سبيل المثال الحقيبة جلدية يوكي هاز لذر باك يوكي لديه حقيبة جلدية أضرب لكم مثال آخر شي هاز بيك آيز لديها عيون كبيرة شي هي الفاعل الهاز لأن الفاعل مفرد البيك هي صفة العيون زاعدا المملوك اللي هو شنوه العيون لديها عيون كبيرة هي هاز بلاك باك لديه حقيبة سوداء كذلك وصفت لك شخص من حيث شيء يمتلكه الوصف الثالث والأخير وصف ما يرتديه شخص من ملابس أنا إذا أريد أوصف لك واحد من حيث ملابسه شلون أوصفه أقول الفاعل زايدا همينا أما إز أو آر أو آم زايدا ويرينج انتبه لي شنو معنى ويرينج استاذ معناها يرتدي هو أو هي أو هم يرتدون زايدا صفة الملابس زايدا الملبس بس نجيه مثلا أقول أنا أرتدي بدلة سوداء الفاعل منه آي زايدا شتاخد إزلو آر لو آم الآي تاخد آم آي آم ويرينج أنا أرتدي صفة الملابس شنو سوداء على سبيل المثال آي آم ويرينج بلاك زايدا مثلا أقول جاكت أو أقول سوت بدلة أو جاكيت إلى آخره آي آم ويرينج بلاك سوت أنا أرتدي بدلة سوداء الملبس هو بالسوت أو أقول جاكت أو أقول جينز أو أقول تي شيرت إلى آخره صفة الملابس كأن تكون ملابس سوداء خضراء مثل ما قال يوكي كبيرة صغيرة إلى آخره رسمية غير رسمية إلى آخره أضرب لكم مثال أقول منع ترتدي تنور سوداء لا تلاحظون إيايا منع هي الفاعل زايدا تاخذ إزلن مفرد ويرينج ترتدي هي ترتدي أو منع ترتدي تنور سوداء صفة الملابس شنو سوداء شنو الملبس السكرت علي إز ويرينج بيوتفول جينز علي يرتدي بنطان جميل علي هو الفاعل ياخذ إز ويرينج زايدا الجينز هو الملبس صفة الملبس بيوتفول هذا ما يخص الوصف زي الأستاذ شون يجينا بالامتحان قبل ما أنتقل لموضوع المستقبل المستمر مبدئيا إذا أراد يجيب لياب الامتحان على سبيل المثال يقول لي علي إز لو هاز لو إز ويرينج على سبيل المثال ريد تي شيرت هسا إش قل لي على سبيل المثال قل لي هاي هذه الاختيارات علي إز لو هاز لو إز ويرينج ريد تي شيرت أنت لازم تعرف أنه هذه الجملة دي يوصف بيها ملبس لو صفة عامة لو شيء مملوك إحنا نعرف أن التي شيرت هو من الملابس بما أنه من الملابس إذن هو دا يوصف الملبس بالقاعدة ما وصف الملابس شن اللي نخلي بعد الفاعل؟ علي هو الفاعل شن اللي يخلي بعد الفاعل؟ إلي إز ويرينج وأقول علي إز ويرينج ريد تي شيرت أضرب لك مثال آخر على سبيل المثال قل لي سوها إز لو هاز لو إز ويرينج على سبيل المثال أ كومبيوتر هسا تعالوا إياي أولا بهذا المثال دا يوصف صفة عامة السوها لو دا يوصف ملبس لو دا يوصف شيء تمتلكه سوها نجي نشوف لقية كومبيوتر الكمبيوتر الحاسوب هو شيء مملوك بما أنه شيء مملوك الاختيار المناسب شنو؟ حسب القاعدة الثانية بالشيء المملوك نخلي ورا الفاعل إز لو هاز لو إز ويرينج نخلي هاز الهاز هي لوصف الشيء المملوك هاي الصيغة اللي ممكن تجيك بها بالامتحان ما عندنا صيغة ثانية من الممكن تجينا بها بالامتحان الآن ننتقل إلى المستقبل المستمر المستقبل المستمر هو طبعا إذا لاحظتم نرجع للقطعة ماذا يقول؟ يقول I will be wearing أنا سوف أكون مرتديا red t-shirt أو t-shirt t-shirt أبيض أو t-shirt عن green jacket وجاكيت أخضر هاي ال I will be زائدا فعل يحمل ING هو اللي نسميه المستقبل المستمر فلذلك حاولوا تحفظون الملاحظات اللي رح نكتبها عن هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا بالامتحان التحريري يستخدم المستقبل المستمر للتحدث عن أحداث سوف تحدث في المستقبل في وقت محدد إحنا ماخذين سابقا بالسادس الابتدائي وبالأول المتوسط قاعدة المستقبل البسيط إذا تذكروها شو تقول تقول فاعل زائدا وال زائدا فعل مجرد ذلك كان شنو اسمه كان اسمه المستقبل البسيط أخوة شنو المستقبل البسيط هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث سوف تحدث في المستقبل أو من المتوقع حدوثها في المستقبل أما المستقبل المستمر للتحدث عن أحداث سوف تحدث في المستقبل في وقت محدد شو سينستاذ شنو قاعدت تقول فاعل زائدا وال شوف الفرق ذاك فاعل وال هذا فاعل وال بي و آي ان جي هذا الاختلاق الفعل ما تكون يحمل آي ان جي و يسبق الفعل بي زائدا الفعل يحمل آي ان جي زائدا التكملة يعني على سبيل المثال يوكي سوف يكون مرتديا تي شيرت عن جرين جاكت وجاكيت أخضر زيانا عند النفي بس أسأل أي طالب من عدكم إذا تريد تنفيذ جملة شو تسوي يقول لي استاذ أخلي نوت على الفعل المساعد شنو الفعل المساعد الفعل المساعد فاذا تذكرون بالمستقبل بسيط فاعل زاعدا وال أخلي عليها نوت زاعدا فعل مجرد بسيطة جدا هنا نفس الشي هم بخلي نوت على الفعل المساعد وال فالصير فاعل زاعدا وال زاعدا نوت زاعدا بي زاعدا فعل يحمل آي ان جي ملاحظة أنت تعرفوها لكن للتذكير الول والنوت إذا أريد أختصرهم شو يصير الصير وونت وونت هي المختصر مع الول نوت كمثال يقول لي يوكي تي شيرت و جاكت مثلا جاني واحد قال لي يوكي رح يرتدي تي شيرت و جاكت أخضر جاني واحد ثاني نفع هذا كلام ماذا قال لي يوكي سوف لن يكون مرتديا تي شيرت و جاكت أخضر إذن بالاستفهام نفس الطريقة بالاستفهام ماذا تذكرون شو نسوي خلي الفل المساعد بالبداية نفس الطريقة كذلك خلي الفل المساعد بالبداية اللي هو شنوه الول فأقول وال ساعدا فاعل زاعدا بي زاعدا فعل يحمل آي ان جي والتكملة ولا تنسون علامة الاستفهام على سبيل المثال هل سوف يكون يوكي مرتديا تي شيرت و جاكت أخضر؟ و أخلي علامة الاستفهام و كما ذكرنا سابقا بالأزمنة السابقة ان القاعدة الاستفهامية أطبقها إذا لقيت كلمة سؤال أو لقيت علامة السؤال والقاعدة المنفية أطبقها إذا لقيت كلمة أو والقاعدة المثبتة إذا ما لقيت ذن كلهم لا 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 لقيت كلمة السؤال بس هل يأتينا بالامتحان؟ بالنفس ما أخذنا بالأزمنة السابقة على سبيل المثال قال لي يوكي ويت ان ذا رايبالز هول ما قال لي بين قوسين؟ قال لي فيوتشر كنتينووس ما يعني فيوتشر كنتينووس؟ المستقبل المستمر يقول لي هاي الجملة اللي أنا منطق إياها أريدك تطبق لي عليها قاعدة المستقبل المستمر هو دا يقول لك بصريحة العبارة هاي القاعدة أريدك تطبق مزمن المستقبل المستمر أجي انت بهذي ترى المستقبل المستمر بثلاث قواعد بمثبتة ومنفية واستفهامية استاد طاهش قال قال إذا لقيت كوستشن أو علامة السؤال تطبق القاعدة الاستفهامية لقيت كوستشن؟ لا لقيت علامة السؤال؟ لا زيانا أشوك تطبق القاعدة المنفية؟ إذا لقيت نيكتف أو نوت لقيت نيكتف؟ لا استاد ما لقيت لقيت نوت؟ لا استاد ما لقيت إذا ما تطبق لا الاستفهامية ولا المنفية؟ ش رح أطبق؟ المثبتة إذا ما لقيت ذنية كلها نطبق المثبتة؟ ش تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل من هو الفاعل؟ يوكي زيان وراها ورا الفاعل الشي يجيني؟ وال التحافظ القاعدة هذا الول زاعدا البي عيالبي زاعدا الفعل اللي منطينيها بين قوسيا هذا الويت أخلي إلى ING الويت أخلي إلى ING زاعدا التكملة شنو التكملة؟ in the arrivals hall زين لنفترض أنه جاب لي هاي الجملة انتبه لي هاي كلش مهمة طلاب لنفترض أنه جاب لي هاي الجملة وش قللي؟ قللي أريدك يسوي ليهاها question شن يعني question؟ يعني السؤال هو وش دي يقول لي؟ دي يقول لي ترى أنا منطيق والو بي و ING والو بي و ING يعني شنو؟ يعني مستقبل مستمر بس هالمرة ش أريدك؟ أريدك تطبق اللي عليها قاعدة الاستفهام شو تقول قاعدة الاستفهام؟ اتشيل الول و تخلي بالبداية هذا الول أخلي أول شي زاعدا الفاعل شوفو ول زاعدا فاعل شنو الفاعل؟ يوكي زاعدا بي هو الموجود البي والفعل يحمل ING والتكملة ولا تنسونا علامة الاستفهام في نحانة الجملة هذا كل ما يخص موضوع المستقبل المستمر تعرفنا القواعد المثبتة والمنفية والاستفهامية مالته شون يجينا بالامتحان؟ شون نقدر نجاوب عنه؟ ننتقل إلى كتاب النشاط هنا أنا شي يقول لي يقول لي read the sentences then listen to فؤاد and his father and complete them اقرأ الجمل استمع إلى فؤاد وأبوه واكمل الجمل شوفوا هنا أنا يقول لي أني منطق جمل مثلا فؤاد and his father are going to فؤاد وأبوه ذاهبين إلى فرع أنا ما أعرف وين رايحين فؤاد وأبوه زيني شلون أعرف أستاذ؟ تعرف من خلال المقطع الصوتي اللي منطقي إياه لذلك رح نقرأ المقطع الصوتي اللي منطقي إياه نعرف شين المطلوب من عندي نعرف الإجابات عن ذن الجمل وبالتالي نجاوب على أساس هذا المقطع الصوتي في المقطع الصوتي موجود في نهايتي كتاب رقم 44 شي يقول يحديث بأن dad الأب وفؤاد الإبن الأب يتحدث يقول لفؤاد good news يا فؤاد لدي أخبار جيدة what's that dad يجابه وفؤاد يقول لشين هذي الأخبار قال لعم going to japan to tokyo أنا ذاهب إلى اليابان تحديدا إلى tokyo إذن عرفنا جواب السؤال الأول وين رايحين؟ رايحين to japan وتريدون تكملوها tokyo زين when يقول له متى in seven weeks from now بحلول أو بعد سبعة أسابيع من الآن oh dad can i come with you هل يمكنني أن آتي معك؟ please رجاء i thought you might ask me that yes you can come قال أعتقد أنك سوف تطلب مني ذلك نعم يمكنك أن تأتي wait a minute yuki doesn't live in tokyo i won't be able to meet him قال أوقف لحظة يوكي ما يسكن في توكيو ما راح أقدر أشوفه أنا ما راح أقدر ألتق بي maybe yuki can come to tokyo قال له زين من الممكن أن يقدر هو يجي لتوكيو بعتباره هو من اليابان قال له yes i hope so نعم أنا أعمل ذلك i'll write and tell him straight away قال له سوف أكتب له وأخبره مباشرة الآن what date will we travel ما التاريخ الذي سوف نسافر فيه يقول له on the seventeenth في السابع عشر من هذا الشهر زين and how long will we be in japan قال له زين إجقدر راح نبقى باليابان 12 days 12 يوما 12 days great 12 يوما عظيم which airline will we fly on قال له يا خطوط راح نسافر Iraqi airways الخطوط الجوية العراقية of course بالطبع if they fly to japan إذا هما يسافرون لليابان راح نروحوا إياهم how long will the flight take قال زين إجقدر تطول هذه الرحلة أو الطيران من العراق لليابان إجقدر يستغرب قال له I'm not sure أنا لست متأكدا about seven hours حوالي سبعة ساعات I suppose we will find out when I get to the tickets قال له من المفترض أن تستغرق حوالي سبعة ساعات راح نتكتشف هذا الشيء عندما أحصل على البطاق just calm down and get on with writing to yuki قال له فقط اهدى لأن شغك متحمس كلش الآن اكتب اليوكي وأخبرة بالموضوع yes yes I'll do it right now قال له نعم نعم سوف أفعل ذلك الآن حسن الجواب السؤال أول عرف نعم زين نقطة ثانية they will go on there سوف يذهبون في تحديدا بيا يوم قلنا تحديدا في يوم 17 في السابع عشر they will fly to سوف يطيرون إلى شوف أن أنا من يقول لي هم ذاهبين إلى هم ذاهبين إلى اليابان تحديدا بطوكيو لكن لما يقول لي fly to سوف يطيرون إلى يا محافظة توكيو نفس الفكرة they will be there for سوف يكونون هناك لمدة 12 days 12 يوم ذكرناها بالقطعة they will fly on سوف يطيرون على قلنا على متن الخطوط الجوية العراقية Iraqi Airways الخطوط الجوية العراقية the flight will take about الرحلة سوف تستغرق حوالي قلنا seven hours سبع ساعات هذا ما يخص من الرقم مرحل هذا مجرد تمرين لتطوير مهارة الاستماع غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي انا ذكرنا سابقا أنه منقنا نعلق المقاطع الصوتية لأن المنهة الجديدة لم يتوفر المقاطع الصوتية فلذلك نطلع على شكل مقاطع نصي ونقرأ على المدى نتعرف على الحلول المطلوبة من عندنا تمريل رقم 2 نفس الفكرة يقول لي listen and answer the questions استمع وأجبع على الأسئلة التالية نفس الفكرة لكن هالمرة منطينا المقطع الصوتي رقم 45 الآن اتفقنا أنه أبو فؤاد رح يسافر لليابان وقال له أخبر يوكي بأنه نحن رح نروح لليابان في يوكي قال له رح نروح أخضرة فهنا نصدرت محادثة ثانية بأن أبو فؤاد وفؤاد شي يقول له يقول فؤاد لقد حصلت على رسالة من يوكي هذا الصباح ما الذي يقول فيها أو ماذا يقول يقول بأنه سوف يكون هو وعائلته في توكيو عندما نكون هناك Isn't that fantastic أليس ذلك مذهلا فيجاوب الأبو يقول Yes it is نعم هو كذلك And he says that his father and his mother will meet us at توكيو airport قال له ويقول بأن أبوه وعمه سوف يكونون في مطار توكيو بانتظارنا And he'll be at the airport too وكذلك هو يوكي سوف يكون في المطار أيضا Oh that's good ذلك جيدا I've never been to Japan You know قال له نعم ذلك جيد لكنني لم أذهب إلى اليابان قط من قبل ألا تعلم ذلك فيجابة He wants me to stay with him يريد مني أن أبقى معه At his uncle's house في بيت عمه He says هو قال You can stay to that قال له يمكنك أنت أيضا أن تبقى في بيت عميوكي كذلك Well that's a kind of them قال له ذلك لطف كبير منهم But I'll stay in a hotel لكنني سوف أبقى في فندق Because I have a business to do لأنه لدي أعمال لأفعلها Remember تذكر I won't be on holiday أنني لن أكون فيه أطلع أنا ما رايحناك على أتونس أو أقضي في الإجازة مجرد أن رايح في عمل I have to work علي أن أعمل But you can stay with them لكنك يمكنك أن تبقى معهم I'll write and thank Yuki's parents سوف أكتب وأشكر والداء Yuki for their invitation لدعوتهم And you can start thinking about what clothes you will need قال له لازم الآن تفكر بملابس المفروض تلبسها قال له Oh clothes الملابس I didn't ask Yuki what I'll need قال له قال له ما الذي تعتقده يا أبي I don't know لا أعلم Find out what is the weather like will be like اكتشف أو ابحث شن الجو و شن رح يكون في اليابان And ask Yuki what you will be doing واسأل Yuki عما سوف يفعله أو ما لا سوف تفعل أنت Where you will be going أين سوف تذهب Just don't take too much You will have to carry your own bag قال له بس المفروض ما تأخذه هاي ملابس لأن انت رح تحمل حقيبتك الخاصة Okay dad Oh just one thing حسنا يا أبي فبقي شيء واحد I want to take Yuki a present أريد أن أأخذ هدية لي Yuki What shall I get him ماذا علي أن أأخذ له You said he collect stamps قال له أنت قلت لي أنه يحب جمع الطوابع Why not take him some Iraqi stamps لماذا لا تأخذ له بعض الطوابع العراقية Good idea فكرة جيدة Dad يا أبي Thanks شكرا لك I'll do that سوف أفعل ذلك هسا يقول لي الآن جاوب على هاي الأسئلة Will Fouad meet Yuki in Japan هل سوف يلتقي Will Fouad be Yuki قلنا بالقطعة نعم فأقول yes سوف يلتقي فيه في المطار اتفقنا على هذا الشيء الآن بالفقرة الثانية يقول لي Some sentences are wrong بعض هذه الجمل اللي أنا منطيك إياها Wrong خاطئة Right across إذا خاطئة اكتب خطئ Next to them and make a note of the right answer يقول لي اكتب خطئ إذا كانت الجملة خاطئة اكتب خطئ وصححها أو سوي ليها بشكل صحيح يعني مثلا Yuki's parents والدة Yuki Will meet them at the airport سوف يلتقون فيه في المطار الجملة صحيحة لو خطئ شوف هنا أنا هاي الجملة صحيحة لكن غير مكتملة شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي Some are right بعض الجمل صحيحة But not complete لكن ليست كاملة Make a note of the extra points إذا ما كاملة كملي إياها فهنا هاي الجملة مو خطئ صحيحة اكتب صح بس اكتب بين قوسيا Not completed ليست مكتملة زين شون التكملة مالتها زائدا يوكي مو بس والداء يوكي هم اللي رح يلتقون بيوكي وأبوه والداء يوكي زائدا يوكي 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 سوف يبقى في فندق أو يمكث في فندق معلومة خاطئة فأقول خطئ لعد وين رح يبقون رح يبقون at his uncle's house بيت عم يوكي فؤاد and his father will stay here too فؤاد وأبوه سوف يمكثون هناك أيضا ذكرنا بالقطعة إنه أبو فؤاد ما رح يروحوا إياه البيت عم يوكي وإنما رح يبقى أو يمكث في فندق فالمعلومة صحيحة فؤاد's father أبو فؤاد will stay in hotel أو in a hotel أبو فؤاد سوف يبقى أو يمكث في فندق فؤاد's father is going to japan for a holiday أبو فؤاد سوف يذهب لليابان من أجل العطلة ذكرنا بالقطعة هذا الشي خاطئ هو رايح لليابان من أجل البزنس من أجل العمل وليس من أجل العطلة يوكي told فؤاد which clothes to bring يوكي أخبر فؤاد بالملابس اللي المفروض يجلبها هذا المعلومة خاطئة ذكرنا أنه ما سأله لذلك أقول له he is going to ask يوكي he is going to ask يوكي هو أصلا رايح يسأل يوكي شين الملابس المفروض يجلبها بعد ما قل له يوكي بالملابس اللي المفروض يجلبها فؤاد will give يوكي a present فؤاد سوف يعطي يوكي هدية هذه معلومة صحيحة لكن غير مكتملة شنو التكملة الهدية شنية Iraqi stamps طوابع إراقية what clothes do you think فؤاد will need هنا أنا يسألك أنت برأيك يقول لك شنو تعتقد برأيك أن الملابس اللي يحتاجها فؤاد أنا مودي يلبسها باليابان هنا تنتبع حسب الجو اللي موجود هناك مثلا إذا كانت جو بارد يرتدي ملابس سميكة إذا كانت جو حار يرتدي ملابس خفيفة إلى آخره هذا ما يخص تمرين رقم 2 كذلك هذا تمرين نشاط السماعي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرين رقم 3 تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري هذه الكلمات اللي راح نحلها كلمات للحفظ إملاء ومعنى يعني يقول لي جدي الكلمات التي في وصف يوكي في كتاب الطالب القطعة اللي قرناها بداية الدرس التي تعطي نفس المعاني يعني مثلا قدنا كلمة نو شنه معنى نو معناها يعرف أو يميز شنه الكلمة اللي اخدناها بالوصف اللي تعطي نفس المعنى كلمة recognize بقول لنا recognize زيان father and mother الأب والأم الأب والأم الوالدان شنسميهم نسميهم parents الوالدان Japanese dress فستان ياباني الفستان الياباني ما سمينا؟ سمينا كيمونو فاكتب لك كيمونو هذه كلمات للحفظ املاءا ومعنى زيان أستاذ ليش تريد من عندني احفظ هنا املاءا؟ لأن مثلا على سبيل المثال يقول لي no فاصلة recognize no هي مرادفها recognize زيان على سبيل المثال Japanese dress الفستان الياباني شنو الكلمة اللي تضطي نفس المعنى فانت لازم تعرف املاء الكلمة وتكتبها ما ينطكيها لا اختيارات ولا اسقاطات لذلك لازم تحفظ املاء هذه الكلمات تمرين اللي بعدها هنا أنا منطيني قاعدة المستقبل المستمر اللي شرحناها بنصف الدرس أو قبل دقائق بعد ما تعرف القاعدة يقول لي بتمرين رقم أربعة Now answer the questions أجب على هذه الأسئلة بعد ما تعرفت على قاعدة المستقبل المستمر What will you be doing between 7 and 8 o'clock tonight ما الذي سوف تقوم بفعله بين الساعة السابعة والثامنة في الليل يسيرك انت بكيفك الإجابة تعتمد على رأي الطالب لكن بشرط ان تطبق قاعدة المستقبل المستمر بالتعبير عن هذه الإجابة شن اللي راح أسوي اليوم ساعة بين السبعة وثمانية مثلا انت بجدولك بين السبعة وثمانية تم الواجبك البيتي على سبيل المثال أقول له الفاعل اللي هو ال-I القاعدة تقول فاعل زاعدا و زاعدا ب زاعدا فعل يحمل ING سوف أفعل الفعل DO ماذا أخلي له خلي له ING سوف أفعل my homework سوف أفعل واجبي البيتي بهاي اللحظة أو بهذا الوقت أعني المفروض أسوي واجبي البيتي I will be doing my homework قل لي What will you be doing between midnight and 6 o'clock زيان بين منتصف الليل والساعة السادسة الصراحة أو ساعة السادسة من صباح يوم قد شو اللي المفروض أسوي بشي توقيت أنا أكيد نايم أقول له I will be sleeping سوف أكون نائما في هذا الوقت اللي انت قطتنيها أعني المفروض أكون نايم هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحانة تحرين وامتحانة شرفوي مجرد الذي يدربني على استخدام المستقبل المستمر اللي شرحناه قبل دقائق تمرين رقم 5 يقول لي write the subscription اكتب وصف طلاب قبل ما أبدأ بيشرح هذا التمرين بداية هذا لما يقول لك أنت اكتب لي وصف بعض الأساتذة يطلبون هذا التمرين كإنشاء أو كنموذج إنشاء ثاني للوحدة السادسة نحن أخذنا إنشاء أول وهذا بعض الأساتذة يطلبوه يجيبوه بالامتحان التحريري على شكل سؤال إنشاء يقول لي أنت اكتب لي وصف لأي شخصية مثلا أنت imagine your parent friend is coming to visit you لنبترض أنه أنت صديقك جاي يزورك اللي هو صديقك بمراسة اللي ما يعرفك بالحقيقة you and your parents are going to meet them أنت ووالدك سوف يلتقون أو تلتقون فيه في المطار write it in the description so that your friend will recognize you اكتب وصف اكتب لي وصفك أنت بحيث صديقك يتعرف عليك you key وصف نفسه أنت أوصف لنفسك مثل ما you key وصف نفسه فإحنا تعرفنا على قواعد الوصف فلذلك الموضوع رح يصير سهل علينا أني أنا أوصف نفسي فعلى شبيل المثال إذا طلب أمنعدكم الأستاذ بالامتحان كإنشاء حال تكتبون هذا المقطع الناصر اللي رح نكتبه أو رح نقرأه يقول لي I am quite tall and thin أنا بعض الشيء طويل ونحيف I have short brown hair لدي شعر مني قصير I will be wearing white shirt سوف أرتدي قميص أبيض and black jacket وجاكيت أسود You can recognize my parents easily يمكنك أن تميز والدايا بسهولة My father is tall and he will be wearing black suit أبي طويل وسوف يكون مرتديا بدلة سوداء My mother is quite short أمي بعض الشيء قصيرة She will be wearing a coat وسوف ترتدي معطف هذا ما يخص تمرين رقم 5 مثل ما وضحنا من الممكن الأستاذ يطلب من عندك نموذج إنشاء ثاني للوحدة الساسة إذا طلب من عندك لازم تحفظه وإذا ما طلب من عندك فهو مجرد تمرين لتطوير مهارة الكتابة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا إنه درس ممتع جدا ببعض المواضيع المهمة بعض الكلمات المهمة اللي خاصة لتمرين رقم 3 حاولوا تحفظوهن ملان ومعنى وأخذنا موضوع المستقبل المستمر أخذنا موضوع الوصف عرفنا شون نقدر نوصف صديق أو نوصف شخص أو نوصف نفسنا إلى آخره وتعرفنا على وصف يوكي عائلته كذلك تعرفنا على صيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان عن هذه المواضيع وشلون نقدر نجاوب عنها حاولوا تكتبون هاي ملاحظات بالدفتر لأنها تفيدكم بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات المجدد في الفيديو في الوصف